وبخصوص بقى أو بمناسبة هذا الكلام خلينا نقول لحضراتكم طبعا احنا بنشهد نهاية الموسم زي ما كنا بنتكلم ونهاية الموسم برضو بيحمل نهاية بعض المسيئة أو مسيرة بعض اللاعبين اللي قدموا كتير جدا للنادي الأهلي بنتكلم عن يعني وليد سليمان الأسف الشديد وخلاص بينهي يعني الفترة بتاعته برضو انت رأي كيف الموضوع ده صحيح وليد سليمان ده برضو من اللاعبة الاستثنائية على كل الأصعادة كلاعب وكإنسان وكرمز للنادي الأهلي وكطبيعة علاقة خاصة جدا بينه وبين جماهير النادي الأهلي اللي لقبته بالحاوي وليد سليمان كان طرف أساسي وعنصر مشارك بمنتهى القوة والفعالية بالضبط في مليون انتصار قبل كده اتحقق مع النادي الأهلي هو شخصيا تاريخ وليد سليمان يعني بيقول هو عمل إيه عشر سنين يعني طبعا يا كريم الأخيرة كمان دخل وتمكن ان هو يخش قلوب كل الأهلوية وما بيعتبرش لاعب بس كده كبير وخلاص لا وكان ليه كتير جدا قدمه للأهلي وكان عنده التزام فيه لعيبة كده بتمتاز بالالتزام تمتاز بالاحترام للنادي أو للتيشرت هل هي بتبقى لابسها وليد سليمان هذا المثال يعني وينطبق عليه هذا المثال بشكل كبير جدا يعني يمكن من أوائل بقى 2011 حسب ما أنا برضو عارفة لا شخصية محترمة جدا بنوافقه في كل خطواته لكن بتبقى كده هي الدنيا من كل مسيرة أو كل قصة بيبقى لها النهاية يعني لكل حال برضو من جانب النهايات بقى للموسم احنا عندنا النهاردة مباراة ختمية في الدوري مع سيراميكا كليوباترا زي ما حضراتكم عارفين وأكيد هيكون لنا كلام متفاصيل كتير جدا في الفقرة أكيد الحوارية لأن عندنا كلام كريم برضو عايزين نتكلم فيه قصة يعني مش هانا نقول الأزمات المتكررة بس هنقول اللي جاي هيبقى شكله ازاي في ظل الظروف الراهنة يعني شوف احنا هنتكلم من نقطة ان احنا لسه هنخش موسم جديد والمناسبة واحنا داخلين خلاص الموسم الجديد برضو بنفس الى حد المان بنفس المشاكل اللي عندك أو بنفس القصص اللي عندك اللي انت بتعادي منها بس ازاي بقى الوضع هيكون موجود ازاي ممكن ان احنا نتلاشى بعض الاخفاقات اللي موجودة ده اللي احنا عايزين نعرفه طبعا فيه الفقرة الحوارية لاننا مش عايزين برضو نخش أو ندل نفسنا يعني الواحد بحب يبقى وقاعي اونا بحب يبقى وقاعي يعني لا يمكن ان انت تيجي تضحك عن وسائلك وتقول لك الموسم الجاينة داخل ما عنديش مشكلة من النشاكل اللي كانت معاي في الموسم القديم اكيد هندخل بمشاكل مكررة او يعني سلبيات متكررة فنتمنى بس ان الوضع يكون افضل الى حد ما ولا انت رأيك ايه والله رأي ان مبدئيا ياريت ما ندخلش بنفس المشاكل المتكررة اللي احنا اكلمنا عنها الفترة طويلة اوي واعتقد ان خلاص الفترة الاخيرة ودي حاجة بقت واضحة لنا كلنا فيه شوية خطوات تم اتخاذها بالفعل والبعض اخر من الخطوات بصدد اتخاذه عشان تصحيح الوضع الراهن اللي هو بكل المقاييس غير مرضي بالمرة لا لجماهير النادي الاهلي ولا للعيبة النادي الاهلي المفهول ولا للقرى المصرية اكيد بطبيعة الحال فان شاء الله مع بداية الموسم الجديد يكون على الاقل جزء اكبر من المشاكل يتحلت يفترقها للحل لان الحاجة الاكيدا ما ينفعش ان الوضع يستمر على ما هو عليه